السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المتابعين عاملين ايه؟ معكم عمر حمدي في حلقة النهاردة هنتعرف على ازاي اعمل دمج للسبتايتل ببرنامج سبتايتل ادت طبعا قبل ما ابتدي حابب اشكر كل الناس اللي بتتبعني وكل متابعين وكل المشتركين الجدد والحمد لله بفضل ربنا وبفضلكم المشتركين بيجبروا ودي حاجة بتفرحني جدا ويلا بينا عشان نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ يا ريت فضلا وليس امرا انك تشترك في القناة واتفعل زر الجرس لو اول مرة تشوفني ولو من متابعيني الاعزاء تدعمني بلايك على الفيديو وتشاركوا مع اصحابك عشان غيرك يستفيد طبعا نزلت قبل كده فيديو بيشرح ازاي تدمج ملف ساب تايتل في الفيديو عن طريق برنامج خارجي هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف تحت ولكن الاصدار الجديد من برنامج ساب تايتل ايدت في ميزة جميلة جدا هتساعد ناس كتير انها تعمل دمج للساب تايتل في الفيديو اللي اشتغلت عليه بالبرنامج يلا نشوف الطريقة ازاي مع بعض اولا هنفتح برنامج الساب تايتل ايدت تمام وبعد كده هنفتح الفيديو اللي احنا عايزينه او المفروض الساب تايتل اللي احنا شغالين عليه وليكن مثلا ان ده وقت فيديو اللي هو القديم وانا عملت الساب تايتل بتاعه وبعدين هبتدي دلوقتي اعمل دمج للساب تايتل ده في العادي ان احنا كنا بنبقى عندنا الملف بتاع الساب تايتل والفيديو والمفروض ان هما لو بنفس الاسم كده فالمفروض انه هو هيشتغل عادي جدا ولما يجي اشغل الفيديو حلو 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 هيشتغل معايا الساب تايتل تمام طيب انا هعمل دمج للملف ازاي هروح على برنامج الساب تايتل هاجي في فيديو من قايمة فيديو وهدوس كده وبعدين هختار generate video with burned in sub generate video with burned in sub تمام اما هدوس عليها كده المفروض انه هو بيقول لي هنا بيطلع لي رسالة وهيقول لي which generate a video file with burned in sub title يعني هو هيعمل video file تمام للفيديو اللي انت هعمله ربط مع الساب تايتل ده والسب تايتل ده هيبقى مدموج في الفيديو بيقول لي نوت ان الادفانسد ساب ستيشن الفا سوبورتد الادفانسد ساب ستيشن الفا دوت نوع من انواع الساب تايتل غير الاس ارتي يا جماعة تمام هنا بيقول لي مثلا عايز الفونت سايز بتاعه كام فانا بقول له مثلا اتنين وخمسين او ممكن اقول له ستين فهنجرب الفونت سايز ستين هو دوت ما فيهوش اوبشنز كتير يعني ما فيهوش ان انت تتحكم في نوع الفونت او ان انت تتحكم فيه غير ان انت تتحكم فيه الفونت سايز بس وهي هقول له جنريت وعلى حسب الوقت بتاع الساب تايتل او بتاع الفيديو اللي هو شغال وكل مكان الوقت اطول بتاع الفيديو هيبقى الجنريشن دوت بياخد وقت اطول هقول له ادوس على جنريت وهنا انا مش هختار هو هنا بيجيب لي الملف اللي انا او مكان الملف اللي انا فتحه اللي هو ده ولكن هنا انا مش هختار الاسم ده وهيسميه وليكن مثلا الملف المدمج تمام وبعدين هقول له سيف وهو هنا هيبتدي ان هو يعمل بيقول بليز ويت طبعا في الابديت اللي جاي هو ما قاله انه هيبقى فيه بار للكمبليشن او يعني الوقت الاستكمال بدل ما هو هيبقى سكرولينج بار كده هيبقى فيه بار يقول لك قد ايه الوقت اللي فاضل او كان في المية من الفيديو خلص طيب دلوقتي هو بيقول لي ان الملف المدمج اللي انا سميته ملف المدمج ده ده تلعى خلاص ببرنت ان ساب تايتل اقول له افتح الكونتين فولدر وهلاقي الملف المدمج ده هنا انا دلت الساب تايتل ده لو جينا لاحظنا لو جيت شغالت ده كده اهو ده الفيديو من غير الساب تايتل هخليه كده على جمي واجه افتح ده كده وهلاقي الملف المدمج باللي انا اعمله في البرنامج ولكن الفونت هيكون اريال هنا ده بيكون تقليدي جدا ولكن بيفيد جدا لو انا ما عنديش البرنامج التاني اللي هتلاقوا الرابط بتاعته تحت في الوصف طيب ايه بقى الادفانسد سبستيشن الفا اللي هو الاس اس ده نوع امتداد من انواع امتدادات الساب تايتل ولكن النوع ده بيتميز عن غيره انه هو بيقدر ان الواحد يعمل فيه تعديل على الفونت او يلا يلا عشان عشان ان انا اقدر اجيب التكست مثلا بدل ما هو تحت كده او ان هو الستاتيك بتاعته تحت كده في النص لأ ممكن مثلا اجيبه هنا او اجيبه هنا او احركه او اديله لون او اديله وفكتات او اديله كل التأثيرات اللي ممكن تشتغل بيها لو لقيت ان فيه تفاعل ان شاء الله مع الفيديو ده والفيديوهات اللي فاتت بخصوص الساب تايتل ان شاء الله بيزن الله هحضر الفيديو بتاع الاس اس واشرح الاس اس وفي نهاية حلقتنا اتمنى ان الفيديو ده تكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتسيبوا تعليق برأيكم وتشارك الفيديو مع صحابك عشان غيرك يستفيد ولو عايز تشوف فيديوهاتي التانية او القديمة تابعني بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس وراجع القناة للفيديوهات القديمة واتمنى ان يكون المحتوى عجبكم ولو في اي حد عنده اي استفسار او اي برنامج عايز له شرح يعني اتمنى ان انتم تسيبوا ده في التعليقات ودومتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته